معي بقى بعض الأخبار كمان الحلوة وعايزين نقول مبروك لعبنا مصطفى عسل الأسطورة حقيقة هذا الأسطورة أسطورة السكواش المصرية لعب سكواش النادي الأهلي كمان اللي طوق بلقب بطولة هونغ كونغ للسكواش بعد الفوز على لعب بيرو ده المصنف الخامس عالميا والبطولة دي كانت أقيمت مفروض من يوم 28 نوفمبر لغاية 4 ديسمبر وشهدت كمان يعني تفوق فعلا فعلا اللي حضراتكو تباحها كبير جدا لعبنا لعب النادي الأهلي والحقيقة قدم مصطفى عسل كمان أداء فوق التوقعات زي ما بتقال وده مش بس في المباراة المبارح ده من خلال مشواره أو مشوار البطولة حتى لأنه هو وصل لي أو استطاع أنه هو يوصل للنهائي ويحسم كمان اللقب هناك يعني بجد حاجة كان محترمة جدا كمان من النجوم بتاعتنا هناك هونيا الحمامي لعبة المنتخب ووادي دجلة اللي استطاعت كمان أنها تتغلب على نور الشربيني وبرضو مصرية متأتكلم مصري ومصري في نهائي البطولة وحسمت اللقب مبروك لمصطفى مبروك لهونيا مبروك كمان لنور الشربيني اسم كبير جدا في عالم يعني كرة أو السكواش عفا وعايز أقول لحضراتكم ملبسات كمان هذا أو هذه المباراة النهائية لمصطفى عسل مصطفى عسل طبعا زي ما احنا عارفين هو من موليد 2001 يعني هو ولد صغير جدا بس الفكرة أنه هو المباراة دي اللي هو كان خسران أول شوتين أو أول جيمين بعد كده عمل كامباك وقدر أنه هو يفوز في المباراة النهائية فلا يعني المطش كان حلو جدا مثل لو تتفرج في الأول طول خلاص الفرصة راحت على مصطفى عسل بس بعد كده الكامباك بتاعه كان بجد ولا أروع فمبروك علي ومبروك علينا أسطورة سكواش مصرية أهلوية